أعزائي المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة من سلسلة أحاديثنا عن أعلام من العراق عن علم بل عن علامة ترك آثاره ليس في وطنه فحسب وإنما في أقطار عدة من العالم الإسلامي بل وصل علمه عن طريق رسائله وكتبه إلى أنحاء نائية من العالم ذلك هو العلامة إبراهيم القراني الشهرزوري الذي ولد في وطنه في نواحي كردستان وتعلم هناك على يد والديه وكان عالما أيضا ثم تنقل وفقا لطريقة التعلم السائدة في هذه البلاد في ذلك العصر تعلم على يد علماء وطنه عالما بعد عالم يعني يتنقل من قرية إلى أخرى في كل قرية فيها عالم أو أكثر يذهب فيدرس علما معينا ويغادره إلى آخر وهكذا فدرس التفسير وما كانت تسمى العلوم العقلية المنطق والفلسفة وعلم العقائد وغير ذلك وعلوم اللغة أتقنها كسائر طلبة العلم في ذلك العصر لكنه لاحظ وهو يبلك نفسا طماحة إلى مزيد من العلم أن هذه البيئة على ما توفر فيها من علوم لم تكن تكفي نفسه يعني كان يريد أن يستمر في الدراسة أن يواصل الدراسة كما نقول هذه الأيام وشعر بأنه يعني كانت كردستان حقيقة في ذلك العصر يعني فيها مجالات واسعة للدرس تخيل في قرى نائية جبلية يدرس الإنسان الفلسفة والمنطق وعلم العقائد وعلم الأصول وأصول الفقه وفروع الفقه يعني كانت هناك بيئة علمية جيدة ولكن الرجل أو الشاب في ذلك الوقت يعني دون العشرين أراد أن يستمر في درس علوم لم يجدها يعني دراستها في بلاده لم تكن تكفي لإتقان تلك العلوم لا سيما علم الحديث لم يجد هذا العلم واسعا ومعمقا في بلاده كذلك التصوف والغريب أن الرجل شغف بعلمين متضادين تماما علم الحديث وأسانيد الحديث وعلم التصوف يعني شيء ربما ملفت للنظر يعني 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 بدأ يدرس هذه بدأ يتجه لدراسة هذه العلوم في خارج وطنه وشاء القدر أن يتوفى أبوه فقرر أن يحج وهو شاب في الخامسة والعشرين وذهب يعني قصد أن يقصد الحجاز عن طريق العراق ونزل في بغداد بعض الوقت وفي بغداد يعني لبث مدة اشتغل فيها بالدرس وبالتدريس والغريب أنه درس بلغات تعلمها وهو في بغداد وهي اللغة التركية وطبعا كان يعرف الفارسية ودرس بهاتين اللغتين فضلا عن العربية كان الرجل ذكيا تماما تعلم لغة لم يعرفها من قبل خلال فترة وجيزة ودرس بها فقصده الطلب هناك وأقام في جامع العقولي أحد الجوامع القديمة في بغداد وأصبح مقصدا لمن يعني يأتي إلى هذه المدينة لطلب العلم ولكن حال ظرف لما مرض أخوه يعني فحال هذا الظرف دون إكمال رحلة الحج وعاد إلى بلاده وهناك قرر أن يتجه لدراسة علم الحديث في المدن الإسلامية والحواضر التي اشتهرت بأساتذتها و بشيوخها المتخصصين بهذا العلم فقصد دمشق ودمشق كانت معروفة مشهورة بالعلماء الكبار في هذا المجال فذهب إلى دمشق وشرع بدرس علم الحديث وأسانيده وغير ذلك على يد كبار علمائها وكان أيضا هو يدرس يعني يدرس ويدرس وهذا شأن العالم وهو هناك سمع ذات مرة بعالم كان يسكن في المدينة المنورة اسمه أحمد القشاشي فشرع يعني يتتبع سيرة هذا العالم وأعجبته آراؤه ووجد فيها ما يشبعه يشبع نفسه المتعطش للعلم فراسله ثم جرت مراسلات بين الرجلين بين صاحبنا إبراهيم القوراني وبين أحمد القشاشي ولبثا يتراسلان في أدق الشؤون العلمية نحو أربع السنين وبعد هذه المدة كتب له أستاذه في المراسلة قال له الآن أأذن لك أن تأتي لتدرس عندي يعني أربع سنين كان يعده على بعد للالتحاق بالدراسة عنده فتجه ترك دمشق وذهب إلى مصر وهناك التقى بعلماء مصر لفترة محدودة ثم ذهب إلى الحجاز وقصد أحمد القشاشي في المدينة المنورة وتتلمد عليه اللافت للنظر أنه رغم علمه هو كان عالما درس في وطنه وفي بغداد وفي دمشق لسنوات لكنه حينما وصل إلى القشاشي هذا عامله كطالب فبدأ بتربيته تربية خلقية وروحية طالب منه أن يترك التدريس وأن يتفرغ لإصلاح نفسه يعني لتنقية قلبه كما يقال هذا شيء جميل يعني المدرس هنا ليس هو الذي يعني يدرس فيدرس وأنما الرجل الكامل الذي يصف قلبه من الشوائب أو يصف قلبه من التعلق بالدنيا يبدو هذا هو الغرض أن يتفرغ إلى العلم كتفرغه للعبادة لبث فترة في حالة اعتكاف وفي حالة عزلة بتعليمات من شيخه أحمد القشاشي إلى أن بعد فترة قال له الآن صفت نفسك الآن بلغت مبلغا من الارتقاء بالنفس إلى مستوى يعني رفيع يمكن لك أن تدرس بعده فانظر إلى مسألة التربية الروحية مع أنه كان رجلا يعني في الثلاثين وله تجربة في مجال العلم والتدريس لكنه يعاد كأنه أدخله دورة جديدة لتنقية النفس والتعلق بالعلم والاقتراب من الله تربية روحية خلقية إلى غلال وبعد ذلك نبه القراني لدى أستاذه هذا حتى وجدناه وجدنا أستاذه هذا يعجب به إلى حد أن أصبح يكلفه بالرد على الأسئلة الكثيرة التي كانت تصل إليه من أقطار الدنيا فيكلفه بالرد عليها ويتفحص هذه الردود حتى وثق بمستواه العلم الرفيع وأيضا وثق بمستواه الخلق الرفيع بدليل أنه زوجه من ابنته فعاش القراني هناك واحد من أبناء المدينة المنورة وصار طلبة العلم يقصدونه من كل حد وصوق في كل موسم حج كان العلماء من الحاجين من الحجاج يقصدونه في بيته ويتعلمون ويدرسون على يديه وكثيرا ما كانت ترسل إليه الرسائل من أقطار مختلفة من أفريقيا من غرب أفريقيا من شمال أفريقيا من جنوب شرق آسيا فضلا عن الأقطار العربية كانت تصل إليه الرسائل تحمل أسئلة بالغة الدقة يعني من لا يجد جوابا له في بلاده يرسل إلى إبراهيم القراني وله كل الثقة بأنه سيجيب على سؤاله بأحسن جواب حتى قيل أن عدد الرسائل أو عدد الرسائل هنا بمعنى الرسائل ليس الرسالة الشخصية يعني وأنما الرسائل العلمية التي كتبها وهي أشبه بكتب بلغ نحو من مئة وأربعين كتابا أو رسالة يعني بعضها في عدد من الملازم أو كراريس وبعضها يعني يمكن أن يشكل كتابا أكثر من مئة وأربعين كتابا كتبه هذا الرجل تناول في هذه الكتب يعني دقائق العلم وكانت يعني بعض رسائله تطلب وترسل وتنسخ لنسخ عديدة لكي يستفيد منها طلبة العلم في أقطار عديدة كان شخصية القراني حقيقة تركت آتارها على فكره وعلى مؤلفاته الرجل كان متعمقا في العلم لم يكن يجيب على أي مسألة إلا بعد أن يتفرغ تفرغا كاملا لاستقصاء المادة العلمية يعني حتى لو أخر الجواب لحينما يحصل على رسالة مخطوطة أو كتاب في بلد آخر فهو ينتظر هذا الكتاب ويرسل إليه في عصر لم يكن هناك يعني استنسخ ووسائل حديثة يعني يستنسخ ذلك الكتاب أو يكلف من ينسخه له لكي يجيب على سؤال واحد كان متأنيا دقيقا في إجاباته مستقصيا لمصادره ولم يكن يجيب على أي مسألة إلا بعد أن يحيط بكامل جوانبها علما ولذلك كانت أجوبته تميل إلى الفهم المعمق يعني لم يكن يتعجل ولم يكن يقدم على الكتابة إلا بعد أن يعني يتفهم الجوانب الموضوع كله لم يكن يعني يحمل أفكار مسبقة ليفرضها على ما سيكتب يبدأ بالبحث يعني بشكل هادئ ويعني يتعمق فيه شيئا فشيئا دون أن يفرض فكرة مسبقة على ما يكتب لذلك قصده القاصدون وانتشرت مؤلفاته كما لاحظنا مع ذلك لم يكن توفيقيا يعني يفتعل التوفيق بين رأيين المتناقضين بعض العلماء كان يفعل ذلك لكنه كان متعمقا كان حينما يتعمق أكثر فأكثر في جانبين مختلفين يجد أن هناك عوامل التقاء موجودة بين الطرفين ربما كان الاختلاف سببه اللفظ اللغة تقصر دون أداء المعنى ربما كان هذا الاختلاف سببه يعني رأي شاذ قال به أحد العلماء في زم أما الأفكار كلها كانت تلتقي كان يبحث عن نقاط الالتقاء لذلك حتى وهو يتناول أشد الموضوعات إثارة للخلاف لم يكن يعني يحتد على رأي حتى لو خالفه كان يبحث وأكثر فأكثر فيجد نقاط الالتقاء كان هذا العالم يعني العالم يعني على مستوى من الهدوء ومن الحيادي ومن القلق الرفيع بحيث لم يكن يعني يتخذ موقفا حادا من أحد لم يكن يكفر أحدا حتى في الموضوعات التي تبدو في اللحظة الأولى مختلفة لم يكن يتشدد في اللفظ كما فعل ربما علماء آخرون الرجل كان حقيقة يعني انعكست أخلاقه على علمه فأصاب في الحالين كان إبراهيم القراني نموذجا للعالم الهاد الطبع الدقيق في كتاباته ولذلك كون نتيجة بحثه الدائب مكتبة اجتمعت عنده مكتبة ضخمة أشاد بها من رآها ومن رجع إليها في المدينة المنورة وكان يحصل على هذه الكتبة أما بالاستنساخ أو بتكليف آخرين بأن ينسخوا له حتى اجتمعت له هذه المكتب من الأمور الملفتة للنظر حقيقة في سيرة هذا الرجل أن رسائله هذه أو بعض رسائله مما كان يسأل فيها من مناطق قاسية يعني خاصة في جنوب شرق آسيا كانت تلقى رواجا وتلقى إقبالا عليها في مناطق كانت حديثة العهد بالإسلام فوجدت رسائله انتشارا هناك وحقيقة أدت دورا في الارتقاء بالمستوى الفكري والعقائدي في تلك البلاد القاسية في مناطق خاصة في أندونوسيا في جاوة في الملايو في تلك المناطق كانت رسائله تمثل نورا أو ضوءا يضيء لأبناء تلك البلاد الحديثي العهد بالإسلام الكثير من الخفايا التي يمكن أن تخفى عليهم كما أنه كان يستقبل رسائل كثيرا من المغرب ولدينا نماذج من تلك الرسائل وكان يجيب عليها ويناقش ما كان يدور من اختلاف في الرأي بنفس هادئ كما ذكرنا إبراهيم القراني مع أنه عاش في عصر وبالذات في الحجاز في عصر كان فيه عدد يعني غير قليل من العلماء يكفي منهم أحمد القشاش أستاذه هذا لكنه تميز عنهم بميزات عديدة حتى عد مجدد المئة الحادية عشرة وهذا اللقب لا يعطى إلا لمن يقوم بتغيير أو يقوم بشيء يتميز به عن من سبقه من العلماء وفي تقديرنا أن هذا الرجل استطاع أن يفتح طريقا كان سيسد في الفكر الإسلامي في عصره يعني في القرن الحادي عشر كان الفكر الإسلامي قد ملغ مبلغا من النضج ثم بدأ يعني يتوقف لم لم يكن ثم تجديد في هذا القرن القرن الحادي عشر الهجر يعني السابع عشر للميلاد لكن هذا الرجل بآرائه الخادئة والعلمية وبأفكاره المتجددة استطاع أن يجدد الحياة في هذا الفكر بعد أن كاد أن يتوقف لا يأتي بجديد استطاع أن يجدده تماما ويأتي بآراء مهمة ويطرح حلولا لما بدأ في عصره أنها إشكالات يعني لم تعد الإجابات المطروحة كافية للإجابة علىها فهو أجاب وهو يعني يعني بدأ أو جدد عفوا جدد كثير مما كان الرأي قد تجمد عنده حتى وصف بأنه مجدد المئة الحادية عشرة إبراهيم القراني حقيقة كان رجلا زاهدا مع وفرة علمه ومع الأسف أنه يعني ظل معظم كتبه مخطوطا طبع منها بعض الكتب وهي تشكل مكتبة حافلة بكل نفائس وكل يعني المهم من الفكر وقد ألف كتابا فهرس فيه شيوخه يعني كتب فهرس بشيوخه فكانت كتابا فانظر إلى عدد الذين درس على أيديهم وتلقى منهم العلم انظر إلى هذا من الأشياء التي يعني ينبغي أن نشير إليها أننا وضعنا كتابا قبل سنوات في سيرته وفي مؤلفاته فهالنا كثرة ما ألف وعمق ما ألف والأثر الذي تركه في بلاد بعيدة عن وطنه الأول عن كردستان في الملايو وفي المغرب وفي أفريقيا كان له أثره في العالم الإسلامي أجمع هذا الرجل حقيقة توفي عام ألف مية واحد وترك أسرة كل أبنائه كانوا من العلماء الكبر حقيقة وترك مكتبة ظلت معينا لعلماء الحديث خاصة والعلماء في الشؤون يعني الأخرى وظل أثره باقيا وإلى حديث آخر وعلم آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة